لا تحتاج هذه الصورة للوصف لفهم غضب الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب وهذه الصورة الجنائية الأولى لرئيس أمريكي سابق التقطت داخل سجن مقاطعة فولتن في ولاية جورجيا حيث أعطي لترامب رقم ودوينت كل مواصفاته ترامب نشر صورته على حسابه على منصة تواصل الاجتماعي X في أول تواصل مباشر له مع الجمهور على المنصة المعروفة سابقا بتويتر والتي حضرته بعد هجوم مناصرين له في يناير 2021 على الكونغرس مرفقا إياها بعبارة تدخل الانتخابات لا تستسلم أبدا وأمضى ترامب حوالي 20 دقيقة فقط في سجن مقاطعة فولتن قبل أن يعود إلى نادي الجولف الخاص به في نيوجيرسي وقبل سعوده إلى طائرته الخاصة في أطلنطا كرر قوله بأن المحاكمة لها دوافع سياسية متمسكا بأنه لم يرتكب أي خطأ ما حدث هنا هو مهزلة للعدالة لم نرتكب أي خطأ الجميع يعرف ذلك ما يفعلونه هو التدخل في الانتخابات لم يكن هناك أي شيء مثل ذلك في بلادنا من قبل ولدينا كامل الحق للطعن في الانتخابات التي نعتقد أنها غير نزيهة وكان ترامب قد سلم نفسه أمس إلى سلطات سجن مقاطعة فولتن بولاية جورجيا على خلفية قضية محاولة إلغاء نتيجة الانتخابات الرئاسية عام 2020 وهذه المرة الرابعة هذا العام التي أسلم فيها ترامب نفسه إلى السلطات بعد توجيه التهم جنائي ضده وهي أحداث لم تشهدها الولايات المتحدة من قبل وقد طلبت المدعي العام لمقاطعة فولتن فاني ويلس تحديد موعد للمحاكمة في الثالث والعشرين من أكتوبر في قضية الانتخابات التي رفعتها ضد ترامب وثمانية عشر من معاونيه وفي حين أنه من السابق لأوانه القول ما إذا كان هذا التاريخ ممكنا أو حتى معقولا فإنه إذا حدث ذلك فستكون أول المحاكمات الجنائية الأربع لترامب وعرض محامو ترامب موعد ويلس المقترح للمحاكمة وأكدين أنهم سيحاولون أيضا فصل قضيته في جورجيا عن المتهم كينتشي سيبرو الذي يحاول تسريع الإجراءات